يقول يا شيخ أنا أفطرت في رمضان عمدا ومر سبع سنوات وقد قضيت اليوم كيوم والآن قبل قيل لي أنا أصوم ستين يوما فبدأت فيها ولله الحمد ولكن سهون أفطرت في إحداها هل علي شيء وهل أرجع من بدايتها أما بالنسبة لمن أفطر في رمضان عمدا فذكر كثير من العلم أن عليه التوبة دون القضاء أنه يتوب دون أن يقضي لكن من أفطر بالوطأ يعني بجماع امرأته وربما أنه هذا الذي يسأل عنه لأن الذي يفطر بالوطأ هو الذي يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين أما غيره فلا لا يصوم شهرين متتابعين إنما يقضي فقط ويلزمه أن يطعم كل يوم عين كل يوم مسكين إذا كان مر عليه هذه السنوات